شو الغرض من سلسلة النسب؟ هي بكل بساطة جسر الله عم بيتواصل مع شعبه وهذا التواصل بعبر عن سيادة الله المطلقة الكاملة على التاريخ وعلى الأحداث وأيضا إثبات أن الله هو كلي القدرة وكلي المعرفة وأن الله يتمم كل شيء بحذفيره وأن الله ساهر على كلمته ليجريها فالله بيتواصل من خلال ناس من خلال أشخاص شيء آخر سلسلة النسب تثبت أن المسيح هو المسيح الموعود كما ذكرت وهذا بيعطي شرعية للمسيح أنه ابن داود حسب الجسد وأنه ابن الله أي أنه جاء من السماء من عند الآب حتى يتمم طبعا النبوات ويتمم الخلاص الموعود أيضا هذه السلسلة تعبر عن وحدة الكتاب المقدس لا يوجد فيها تناقض بل بالعكس بتكمل أحدها الآخر أيضا تتكلم أنه في ملء الزمان الله أرسل ابنه أي أنه اتخذ جسد بيتكلم عن اللهوت والنسود اتحاد كامل فهذا مهم جدا أنه يثبت أنه فيه شرعية خاصة وأنه الإله اللي جاء من السماء جاء من نسل داود أيضا اختار أنه يتجسد في أحشاء القديسة مريم العذراء هذه السلسلة هي دراسة تعليم اليوم حتى في الأراضي المقدسة عبارة عن تعليم بيفوت الناس الجامعات حتى يدرسوا الأسماء وتاريخ الأسماء منذ قديم الأيام وشيء مهم في هذه السلسلة للحفاظ على طهارة ونقاوة الدم بدون الإختلاط أنه المسيح جاء من صبت أو من نسل طاهر النقي لم يختلط حتى يتمم النبوات شيء آخر سلسلة النسب بتعبر عن محبة الله الله بيهتم في الإنسان بيحب الإنسان فمن خلال هذه الكتابات منشوف أنه الله كيف بيتعامل من خلال التاريخ البشير متى حتى يكسر الصمت بيكتب عن 46 شخصية في السلسلة في الإصحاح الأول على مدار 2000 سنة ويقسم هذه السلسلة إلى 3 أقسام وكل قسم 14 جيل وبيشرح عن الأجيال من إبراهيم حتى السبه وأيضا مجيء يسوع المسيح المخلص اللي بيقدم رسالة الفداء هذه الأقسام رقم 14 شيء مهم ندركه هي رقم 14 بتعني دافيد في اللغة العبرية أي داود اللي هو رقم 14 يعتبر رقم الكمال فيقسم هذه السلسلة إلى 3 أقسام حتى يوضحها حتى يسهل فهمها وحتى ندرك تعاملات الله قبل السبي خلال السبي بعد السبي لمجيء يسوع المسيح من عصر الذهب لعصر الفساد لعصر الاسترداد عصر يسوع المسيح عصر النعمة والرب يسوع طبعا في سفره يقال أنا أصل وذرية داود في هذه السلسلة اللي بيتكلم عن أبطال الإيمان مثل إبراهيم ونسل إبراهيم لكن بيتكلم أيضا عن شخصيات اللي هي تعتبر غير صالحة وكانت رديئة في تاريخ شعب الله مثل منسة مثلا مثل أبية والجدير بالملاحظة أنه البشير متى بيذكر عدة نساء منهن طبعا ثمار ورعوث المؤابية بات شبع اللي كانت طبعا لداود وأيضا بيتكلم عن رحاب الزانية يمكن ما عندهم تاريخ مشرف لكن نعمة الله غيرتهم وأنه الفداء هذا بيشمل كل الناس أنه دم المسيح يطاهر وأنه الشخص حتى الفاسد يطاهر بدم المسيح ويصبح من أشراف شعب الله حتى الناس الغير مشرفة أصبحت في سلسلة نسب المسيح وهذا شيء مهم ندرسه خلال دراستنا في رحلة الميلاد ترجمة نانسي قنقر